معانا الأستاذة منا أستاذة منا فضالي إذا حضرتك عامل إيه؟ فضل ونعمة دايما يا رب شيخنا عايز أسأل حضرتك على حاجة فضالي هي دعوة الأمة على عيالها بغضب ديز مستجابة؟ أجاوب حضرتك بس هي الأولاد الأولاد بيئزوا موم فهي بتدعى عليهم كده أو لا؟ لأ بص هي مش بنئذيها بس هي من أقل حاجة يعني حتى لو اتنقرنا على أي حاجة صغيرة تدعي ودعوي بشعة طيب أجاوب حضرتك يا أستاذة منا أول حاجة أستحلفكم بالله ابعدوا عن دعوة الأمة دعوة الأمة دعوة مستجابة ما تخفيش لسه أفهمك ده معناها إيه؟ إن ربنا جعل دعوة الأمة دعوة مستجابة عشان يساعد الأولاد على بر الوالدين أنا في أوقات كتيرة عندي مشكلة دلوقتي في الأولاد دلوقتي إن هم سيقين على الأباء والأمهات ما كانت الحكم عليهم قاعدين يحكموا على الأب والأم ونسئين للأب والأم ده كان سبب كانوا سبب في وجودهم فلذلك حاولوا تحسن الأمك عشان تتغير وتبطل تدعي عليكم بحد نستأل هي بتدعي ليه؟ بتدعي عشان في أوقات كتيرة حاسة إن هي عجزة مش عارفة تصل لحاجة فأنت بتسأليني دعوة الأمة مستجابة آه طب إذا كانت بتدعي بلا سبب ربنا كريم وحكيم يا بنتي بسي إحنا لازم نبالغ في الاهتمام والاحترام للأباء والأمهات مش هتعرفوا قيمة الكلام اللي بقول لكم ده هتغير لما تبقى أمهات وأباء وعشان كده نصحت لحضراتكم بلغوا في الاهتمام بولدتك لأن كل ما هتبلغي هتلاقي ليسانة عقد ليسانة عقد من إيه؟ من كلامكم الحلو وفعلكم الحلو إن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله إلا هتعملوا ده هيغير والدتكم ادفع باللاته هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي المحميد فإذا كانتش عدوتي دي كانت أمي هتتغير بس أنتوا كمان محتاجين أن أنتوا تتغيروا وتهتموا فيها وما تتعاملوش معاها على أن هي خلاص إما اختل عقلها أو تتعاملوا معاها وده مش من الأدب على فكرة أو تتعاملوا معاها لأن هي ستة أسية وترمت وبطها لا ده صح ولا ده صح وده عقوق وده عقوق يبقى عليكم أن أنتوا تحسنوا إلى أمهاتكم وتبلغوا وده الحل اللي أنا بشير على حضراتكم به